اهلا بكم الى هذه النشرة الاخبارية نبدأها بالعناوين غارات اسرائيلية جديدة تستهدف مواقع ايرانية جنوب دمشق ونيتنياهو يتوعد طهران بالمزيد حسام قاطر جي المتصدر للعقوبات الامريكية لعمله مع داعش يوقع اتفاقية نفطية مع الاحتلال الروسي اتفاق جديد في درعة تسير دورية روسية مقابل الافراج عن معتقلين من ابناء المحافظة تصاعد حدة الجدال الدبلوماسي بين تركيا وايران حول سيادة العراق قتلى وجرحى من ميليشيا الحشد الشيعي وقوات حكومة بغداد في انفجار سيارة مفخخة في الانبار روسيا ترسل اول سفينة حربية الى ميناء بورت سودان على البحر الاحمر لانشاء قاعدتين عسكرية اهلا بكم شنط طائرات حربية اسرائيلية عدة غارات جوية استهدفت مواقع ميليشيات اسد وايران جنوب دمشق وزعمت وكالة وسانة تابعة لنظام اسد ان الدفاعات الجوية اسقطت عددا من الصواريخ الاسرائيلية دون تحديد مكان سقوطها وذكرت القناة الثالثة عشر الاسرائيلية ان الاستهداف جاء ردا على استهداف ايران لسفينة مملوكة لشركة اسرائيلية في خليج عمان في وقت سابق توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو ايران متاهما اياها بالوقوف وراء تفجير سفينة اسرائيلية في بحر عمان وافد نتنياهو في حديثا مع الاذاعة الرسمية الاسرائيلية انه من الواضح ان التفجير هو عمل ايراني قائلا ان اسرائيل سترد على ذلك وتضرب ايران على كل الجبهات عمر الهاتف ينضم الينا الكتب الصحفي زياد الريس من عمان اهلا بك استاذ زياد ما هي المواقع التي استهدفتها اسرائيل هذه المرة نعم مساء الخير لكم استاذ ومشاهدين المواقع يعني حقيقة الاعلان ان هذا رد على استهداف استفينة الاسرائيلية في خليج عمان هذا غير واقع على الارض لن تستهدف اسرائيل اي شيء نوعي جديد كان هناك بقران العيسيان تم استهدافه باحدهما في غرب مدينة السيدة الزينب وغرب جنوب والاخر في بلدة الغسولة بشمال المطار دمشق الدولي تم استهداف في الغسولة يعني مقر امني صغير جدا هو عبارة عن مزرعة اتخذ منها حزب الله ربما مستودع للزخائر الثقيلة الزخائر الخفيفة وبالتالي هذا الاستهداف هو ضمن المهج الذي تسير به اسرائيل نتوقع اذا كان هناك رد حقيقي على الحرس الثوري في عملية الاستهداف الباخرة والسفينة الاسرائيلية أن يكون هناك عملية خوية ضد الحرس الثوري وليس حزب الله فقط يعني ما تم استهدافه مقرات حزب الله فقط تحديدا ولم يكن هناك استهداف لحرس الثوري طب أستاذ زياد هل من الممكن أن يكون هناك شخصيات بعينها تقوم اسرائيل باستهدافها في تلك المواقع يعني نستقبل أن نؤكد أنه خلال عام 2020 وهي نحن في عام 2021 لم يتم إثبات أن هناك استهداف لشخصيات دائما يكون الاستهداف إما لشحنات أسلحة وإما لمستودعات هذه الأسلحة فقط حتى ما تم استهدافه يوم أمس يعني ربما في الصباح وصلا أن هناك قتلى من عناصر ليسوا على مستوى عالي جدا هم عبارة عن حراسة لمن قرأ الغسولة ربما هناك قتيلان يتبعان لحزب الله كلمة يتبعان لحزب الله غالبا قد لا تكون جنسيتهم لبنانية أو إيرانية أو عراقية ربما غالبا يكونوا سوريين لنسى أن حزب الله يتعاقد مع السوريين كمرتزقة لحراسة بعض المقرات له بعض السوريين يعملون ذلك وبالتالي لم يكن هناك استهداف ربما لشخصيات وغالبا ما يتم استهداف الشخصيات ليس في مقرات اجتماعاتها بل أثناء التحرك يعني لو تم استهداف سيارة مثلا أو تم استهداف آلية تتحرك أولا قلنا أن هذا فعلا ربما استهداف لشخصيات لا زالوا يستهدفوا مقرات صغيرة يتخذ منها حزب الله والحراسة السوري بعض المستوضعات أو المقرات الأمنية له نعم ميليشيا أسد زعمت بأنها قامت بالرد على هذه الضربات هل لديك أي معلومات حول صدق هذه المزاعم؟ يعني بكل تأكيد لا يوجد رد إنما كانت هناك محاولة دائما لإيهام الشعب السوري أنهم يقوموا بالتصدي لما أسموه الصواريخ الإسرائيلية أمس أطرف ما سمعنا وانتشر بكثرة عبر الفيس بوك من مؤيدين يعملون مع النظام قالوا لا نخشى الصواريخ الإسرائيلية فهي دقيقة الإصابة لا تصيب المدنيين نخشى من الصواريخ الدفاع الجوي التابع للنظام أسد التي يقوم بإطلاقها بشكل عشوائي يعني دعينا نتحدث الطواريخ أتت إلى الغسولة أتت من الجنوب الغربي يعني من الجولان كيف يتم استهدافها من جبال القلمون خرجت الصواريخ لتتفضلها ما هذا الكذب يعني متافة أربعين كيلو متر هذا الصاروخ بالأصل لن يسير هذه المتافة سيسقط فوق القرى والبلدات وفوق السكان المدنيين هذا ما يحصل حقيقة بعد الشعب السوري لا يخاف على الإصلاق من أصوات صواريخ إسرائيل يخاف من صواريخ النظام الدفاع الجوي حتى بعض الأصوات والانفجارات التي كانت تسمع أمس فيه سماء دمشق لم تكن لصواريخ إسرائيل لأن الصواريخ لم تصل إلى دمشق وصلت إلى أخطى جنوب سيدة زينب والمطار لم تصل ما فجر في سماء دمشق في الصواريخ دفاع جوي تابع للنظام تنفجر بعد أطلاقها بثواني لا تسيد أكثر من ثلاثة إلى أربعة كيلو مترات شكرا جزيلا لك الكاتبة الصحفي زياد ريس كنت معنا عبر الهتف من عمال كلف الاحتلال الروسي شركة أرفادة التابعة لنظام أسد باستثمار حقلي نفط التيم والورد في دير الزور وذكرت مصادر محلية أن اجتماعا عقدة في مطار دير الزور العسكري بين ضباط روس ورجل الأعمال التابع لنظام أسد حساب قاطرجي جرى خلاله توقيع القاطرجي صاحب شركة أرفادة عقد استثمار لبئري التيم والورد النفطيين مع قوات الاحتلال الروسي لمدة خمس سنوات فيما بقي حقلاء الحسيان والحمار تحت سيطرة ميليشيات إيران التي رفضت تسليمها للقوات الروسية بذريعة توقيع عقود استثمار مع نظام أسد لمدة عشر سنوات تبنت مجموعة عسكرية مجهولة تفجير خط الغاز شمال دير الزور متوعدة عن نظام أسد بعمليات جديدة ستضرب اقتصاده وأكدت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم كتائب الشرقية أنها ستكرر هذه العمليات في كل شبر توجد فيه العصابات الإيرانية والروسية وكان خط غازي الجبسة قد تعرض لانفجار أوقف الخط عن العمل نقلت مصادر محلية في درعا أن قوات الاحتلال الروسي ستبدأ بتسير دوريات جديدة لها في المحافظة تبدأ هذه الدوريات من إزرع مروراً بطفص ووصولاً إلى مدينة درعا وبيّنت المصادر أن القرار جاء بعد اجتماع للجنة المركزية في مدينة درعا مع ضباط من قوات الاحتلال الروسي واللجنة الأمنية التابعة لميليشيا أسد في المحافظة مضيفة أن ميليشيا أسد ستفرج عن دفعة من معتقلي الريف الغربي بموجب الاتفاق الجديد اندلعت أزمة دبلوماسية بين تركيا وإيران عقب تصريحات أدل بها سفير الإيراني في بغداد أكد فيها رفض بلاده التدخل العسكرية التركية في العراق وانتهاك سيادته على حد تعبيره وأردت الخارجية التركية باستدعاء السفير الإيراني لديها لتبلغه باحتجاجها الشديد على التصريحات ورفضها لما أسمته الاتهامات الواردة في كلام السفير الإيراني في بغداد من جانبها استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفيرة تركيا في طهران احتجاجا على تصريح لوزير الداخلية التركي عن وجود عناصر لميليشيا حزب العمال الكردستاني على الأراضي الإيرانية قتل ضابط من قوات حكومة بغداد وستة عناصر من ميليشيا الحشد الشيعي الموالية لإيران وأصيب سبع آخرون من الطرفين في انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غرب العراق وفضت مصادر محلية عراقية أن ما أسمتها معلومات كانت قد وصلت إلى قوة من قوات حكومة بغداد تتعلق بسيارة متروكة في قرية الدهم بقضاء حديثة غرب البلاد مبينة أن الانفجار وقع فور وصول القوات مع ميليشيا الحشد إلى السيارة وصلت أول سفينة حربية روسية إلى ميناء بورت سودان على البحر الأحمر في نية روسية لإقامة قاعدة بحرية فيها وبحسب مصادر روسية فإن موسكو تنوي إنشاء قاعدة بحرية في السودان تمكنها من استقبال السفن التي تعمل بالطاقة النووية وإنشاء مركز لوجستي لقواتها البحرية هناك على أن يستوعب نحو 300 جنديا روسي المزيد من الأخبار على منصات أوريانت على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على الموقع الإلكتروني أوريانت داش نيوز دوت نت شكرا للمتابعة وبإمان الله اشتركوا في القناة